أعتقد أحمد بأن المشكلة بأن إيران ليست دولة تقوم بتحقيقات شفافة بل في الحقيقة فأن هناك الكثير من الصحفيين المسجونين في إيران أكثر من أي دولة في العالم باستثناء الصين لا أعتقد أبدا بأننا سوف نعرف ما حصل لمروحية رئيسي ولكنني أعتقد وأتفق معك تماما بأن هناك بتأكيد صراع على السلطة والنفوذ في إيران وهناك بتأكيد نزاع لمن سيخلف القائد الأعلى الذي عمره في ثمانين والشخص الذي كان مرشحا ليخلف القائد الأعلى كان رئيسي وعلى رغم أنه ليس ذو شعبية لدى الغرب إلا أنه كان المرشح الأقدر أكثر حتى من ابن القائد الأعلى مجتبأ فالإيرانيون في الحقيقة يعني يميلون لتصديق نظريات المؤامرة أكثر وسيكون هناك الكثير من النقاشات في إيران وحول العالم أيضا وحول هل كانت هذه عملية مخططا لها وما الذي حصل لهذه المروحية هل كانت عملية تلاعب بهذه الطائرة سوف يكون هناك الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع ولكنها كما قلت سابقا لأن إيران في الحقيقة ليس لديها أي شفافية ولأنه ليس هناك صحافة حرة ولأن هذا النظام يحتفظ بالسرية الشديدة قد لا نعرف أبدا ما الذي حصل للرئيس الإيراني اشتركوا في القناة